وفي سباق مع الزمن ورسم ملامح المرحلة الجديدة حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المرشحين المستقلين الفائزين من الترغيب والترهيب لاستمالتهم أو لشراء أصواتهم من قوى سياسية ترى نفسها خاسرة في انتخابات تشرينه وأعلن الصدر باستقبال مجموعة من المرشحين المستقلين الفائزين في تحالف العراق المستقل من جميع محافظات البلاد رفضه الاشتراك بخلطة العطار مرة أخرى في إشارة إلى تخلي التيار الصدري عن الشراكة التوافقية في المرحلة القادمة وشدد الصدر بالقول لن أخضع ولن أقبل أن أكون تحت وصاية خارجية